طيب وعليكم السلام وخيب السلامة كيف تينا خيب مزيان الحمد لله أخويا كما كنت تقول مضخم كل شي مضخم الحمد لله والله أبني الحمد لله مزيان كل شي مزيان هار كبير هذا خيب نهار كبير هذا شفناك وضيف عندك خيب بره مش ديلك مرحبا بك كينين بعد الناس اللي يقولوا أن بضر جديد في الغناء ولكن انتهاي البدايات ديلك مع الغناء كانت في 2010 هيك 2010 بالضبط بالضبط 2010 بديت الموسيقى أنا أول مرة غادي ندخل الموسيقى كانت في 2010 بديت كأختيست ديالا الرب بديت مع الدرارين للمدراسة الليسي أنا وزهير بدينا الرب مع بعضياتنا بأنوية ما أنا كنو كان قراروا أنوية في نفس الليسي بخي بعد مع الوقت وقفت الموسيقى في 2014 كانت سألو كذلك علش هاد سبب توقف ديال الموسيقى ولا ديال ما بقيتش في الراب يعني ممكن قولوا مسيرة ولكن كانت واجزة واحد شوية شنو ما كانو شي عراقيل شي صعوبات صراحة ما كانوش عراقيل وما كانش صعوبات أنا تاخد طريق واحد آخر كنت ديك ساعتك بديت كان نزوحر كان ديك ساعة بدينا أنا وياه هو بدك بعد من الراب وأنا بديت ديك ساعة كان جيري له طريق دياله اللي ما شيف ياه هو بديت معك ماناجر بديت كانت تعلم طريق الماناجمنت وعجبتني بزاف وسمحت في كل شي وعجبتني ديك طريق وكملت فيها بديت مع زوحر الماناجمنتك ساعة في 2014 واخوش بدر ممكن تكون في نفس الوقت تدير مغني منتج وماناجر صراحة صعيبة وبزاف مشي شوية أنا يا موسيقى غاد رجعت لها مؤخرا دا به هاتي واحد عام حيتاش كنت بغيت نعمش ديك اللي يكون ديالي اللي أنا نعم واحد ديك اللي كنت كان طمح له مش حالة يكون عندي ديك بروفيسيونال لا بالكليب ولا بالموسيقى ولا بليكيب اللي أخذ داما طمحت أنني ندير ديك وعملته من بعد الإصارات ديال تراري وإصارات ديال ليكيب اللي كنتش تعمل معها زوحر وكل شي قررت ودرت ديك ونزلت وفلاشين ديال زوحر والحمد لله لقع عجبت الناس وعليه هذا أنا كعجبني كثير من الماناجمات كعجبني بزاف الماناجمات كثير من النغنى ولكن كعجبني أنني نكون نعمل واحد ديك مثلا لني نفتاق خربية ويكون عندي واحد بروفيسيونالك في الكارير ديالك دونك الأغنية ديالك والكليب ديالك بعنوان خوانة متوفر على اليوتيوب وكين بالضبط في الشاني اليوتيوب ديال زوحر بها وتقريبا مليون مشاهدة اللي هو عدد ولا رقم مزيان صراحة جد محترم آلو بالنسبة للخوانة هاد الأغنية تكلم لين على الموضوع شكونا مد الخوانة وتكلم لينها تعالى على صورة الأجواء ديال التصوير بالنسبة للديسك الديسك خوانة كان كلمة ألحان ديال سوحر وملا برو ديالو والكليب صورناه في تيطوان صراحة طريقة الفكرة ديال الكليب ولا الفكرة ديال ديسك ما عندها تشي موضوع تشي واحد اللي خائني ولا خاني شي واحد بالعكس ادوح موضوع تقنالي لان بزرد الناس كعاني ومهات الموضوع الخيانة لا في الحياة شخصية مع أصدقاء ولا في الحياة الزوجية ومهات الموضوع لانه موضوع اللي 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 ووالحب ديالله ملقى إعجاب للناس ومزهد للناس كي برطاجيوا ديسك بزاكه في الوقت اللي تنزيل البسك وخرا كما كتعرف انت بادرة في الصحة الفنية دابا كينين بعض الفنانين انهم كيبقوا خدامين بديسك واحد عام تل عامين انت علش ما فكرتش تستغل اكتر هاد الاغنية دي الخوانة وربما تروج لها اكتر وعلا ستلاقى تدير دي ديو فيتورين قلت لاعف مهرجانا صراحة انا عارف بللي الوقت هذا اللي جزت في الديسك انا كانت الوقت ديال كورونا مكينش مكين لحفلات لاتشي حاجة وزايت انا الوقت كامل من اللي خرجت الديسك مثلو لابرومو مزيانة لراديو وكل شي لجت لتاب تانية باش نوجد الديسك جديد تعطلت شوية مع زهار كان دكسا عنده لاصمة لديسك ديالوج جديد مع سعد تعطلت شوية امورها كان جاني الكونتكت مع احسن رقراقي كان جالت صحية اليوم كان جاني الكونتكت معها تعرفنا انا وياها وصراحة عليها انا اللي خدم لديسك وخدمت لديسك انا جارت لديسك كامل وهي اللي خلتني انا نتعطر شوية لديسك ديالوج معنى وجدت لديسك الستوديو دخول من الستوديو الكليب اللي دي كامل وهي واحد اللي خلتني انتعطر لديسك كامل صراحة باش من نزل لديسك ديالي اللي كان وجد فايدا داك اوضنك سببتيا في الخرين ياك بادر نمائن فاهمنا فاهمنا هذا كامل عذار مقبولة اكيد لاحتي واحد القضية بادر الدين من اللي بدين الانتربيو ديالنا ونتا كتش بتزوهير باوي في كل جواب ديالك هو حاجة طبيعية لأنه كنا عرف عندكم واحد العلاقة قوية دبا هو واش من لائلة ديالك ولا صديق ولا قريش وفي صغركم مع بعض ديالك كيفاش زوهير فقط قريبا 18 عام ولا 15 عام ديال عشرة انوية حيث حول عجارنا كما كان قول احنا جيرا هات الدار ديالك تطلع لدرنا قريب لبعضياتنا يعني تربينا في حام واحد عضياتنا وعش عشرة ديال عمر ديال 15 عام بكلنا كان قرار مع بعضياتنا بدين الكارير ده والموسيقى كان كي غني الغربين بعد دخل نانوي درنا كروب ديال راب يعني أنا قرار خرجوا مع بعضياتنا خرجوا متر نترين ومع بعضياتنا نصاف مع بعضياتنا يعني واحد جوش بحل كتر من الخوز فهمت هو ديال الساب الذي يجعل أي موضوع أنني كان تناقش به وإي حاجة كان عدله في كارير ديال ديال دروري أنه يكون عندي تدخل في هذا وحا كما كل جوج خوز ديال أصدقاء ضروري وشي نهار يدخل يمكن الشيطان بينتهم وشفيت ترات لكم شي تخاص مخايبة أخويا بدر صراحا لا صراحا لا عمر عمر نتبذ عمر يوقع نقاش تبساط على شي حاجة تبساط ولي كماش نتبذ وانتقاش ندوي مع باطيت صراح عمر بالعكس أي واحد يقول شي هاد را الحمد لله أنت معروف بالأخلاق ديالك وأكيد الله يعمر لها تحية الزهير إذا كان كيتفرج في ندبة مثلا أنت بدر بحكم العشراء والسنين قلتي 15 لـ 18 لعام ديال أبغينا البدايات الحقيقية ديال زهير به وملي كان إلا كي ديال راب ممكن نصف لنا شي ام بيت روا أو شي حاجة كين شي حاجة شف نتخذ الكاميرا نسلوه 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 من الإميزيون ونسلوه الواتساب وصفت لي شي حاجة كان وعر فرع بيك صح كان وعر بزهر صراحة كان نسلو وعر بزهر ولكن هو أنه ديال ساعتك كان شارك فوحج لمسابقة نفتا تون كان نربح فيهم بسين في الغربي ودكساتك صاف بعد من راب وشمبر راق في الموسيقى صاف تتصفت لنا معك شيد واسا عدين نحتاجهم قريبا نسلوه واخا بدر كنعرف أنت تبرك لديك طموح ودائما كش بغير تدر شي حاجة جدا وشي حاجة فيهم لك خياتي فيتي إليس وكما سألتك على ما الهدف ديالك على المدى القريب وشنوه الهدف ديالك على المدى البعيد صراحة الهدف ديالك على المدى القريب أن حد ساعة كان وجد واحد ديسك اللي بزاف الحمد لله كل شي أي واحد كيسمعه كي يعجب ديسك بزاف لدرجة أنه كيقول لي ديسك مش عادي مهم واحد ديسك خدمته مع بيل الأفريكانو وهو فيتورينج اللي أول مرة غدي نقول نصرح به ديالك فيتورينج أنا هو عبد الغافور من كلمة الحن ديال زهير وعبد الغافور والرانجمون ديال في الأفريكانو ديسك إن شاء الله غنز لها في قريب العاجل إن شاء الله غنصور له الكليب وكن طمح أنه يكون واحد ديسك اللي نفتخر فيه طول الحياة ديالي ونفرح به الوالدة ديالي لله رحمه وتفرح أنها بوحد الحاجة عملتها ديالها والطمح ديالي أنني الكبير اللي بعيد كان برح أنني نكون واحد الإنسان عادي اللي رضعت عليه الوالدة ديالي رضعت عليها عائلتهم ومفتخرين به رحد الناس ومفتخرين بولاده إن شاء الله مع المستقبل وأخويا الله يستخر إن شاء الله قاعد المشاريع ديالك وكنت منع لك أكيد مسيرة طويلة وموفقة دويو شوية على الريزو السوسيو وعلى انستغرام أكيد أنت عزيز لك تقدر تخدم تصور ديالك تصنع محتوى جميل وكذلك ترويج لواحد الفن والأغاني اللي جميلة ودوم المكسيموم ديال الوقت بوسبل كيفاش كتتعامل ولا كيفاش تسير شوية الحساب ديالك على السوشيال ميديا صراحة انستغرام وكان دائما أنا كنشوف الانستغرام بعدها بالخصص حيث شوية اللي بتفاعل فيها بزاف كنتشوف أنا انستغرام حيث الانستغرام حلوح المشروع انستغرام وده ما كنتيش عطيه وقت وعطيه طريقة الخدمة ديالهم زونة معمره غدي يكون الناس يتهم واحد مدة قصيرة صراحة ما كنتبقاش عندك تفاعل الناس كنتبقى انستغرام ضروري تبقى متفاعل فيه ضروري تبقى تفاعل للاقل صورة في النهار ولا صورة فيه وما هين ضروري ضروري تقرب من الناس بشي حاجة جديدة توصل لهم شي حاجة مثلا تسافر تعرف الناس بشي بلايس زوينين تورين الناس بشي بلايس زوينين بشي تبقى تقرب دائما من الناس هذه هي الطريقة التي نتعامل فيها في انستغرام نحاول أنني ننزل واحد الحاجة التي تستفد من الناس التي متبعاني وما يملش منها في الوقت كذلك الناس التي متبعاني يعود لشي يبقى دائما متفاعلين معنا سوف نسولك بدرة لبعض الأسماء للفنانين اللي كتعرفهم سواء عن قرب ولا فايت لقاء شغل معهم وتعطيني كلمة عليهم ولا رأيك فيهم مرحبا هين زياد اختي اختي الانسانة بزاف عند عزيزة وذو سنعن ويها بزاف وقريبا للي بزاف عند واحد الأخت دي اللي اللي تعي بحل مولد تاليش الوالدة قريبا للي بزاف وقندوز وقيت مع بعض ديتنا بزاف وقريبا للي بزاف كانوا الجهلة تحية تحية لها الجران توتو صراحة توتو عمري تلاقيته فاص زباقنا دوين انا ويا في انستغرام كنا غال نتلاق خواح لمرة في كذا وما تلاقيناش بالحق كان قول لنا هذك نمبر وان في المغرب بالرمض كان فان دياله بزاف وكان افتخر عنه واحد في حط طف المر نعمان بالعياش نعمال خوا نعمان ته وقف معايا بزاف الحاجات كانت قسم معه بزاف الحاجات الجديد ديالي الحاجات الخيبة ديالي وقف معايا بزاف الحاجات كانت له مسيرة موافقة وتسن وفديسك زوين بزاف يترك معا ردوانو محمد رمض وقع عادي الاصيل عادي الاصيل ما عنديش يكونتك تقريب له بزاف كان عارفهم زيان زبقنا تلاقينا زبقنا تعرفنا كانت غادي جمعنا خدمة وما كتابتش كنت من له مسيرة موافقة الله يسهل عليه بكل دريف بزاف ولد الناس الحر 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 كان افتخره به بزاف انه واحد من دينتنا واحد من الشامل دريف بزاف ولد الناس وفنان كبير بزاف كان فتاخ روبر الله يسهل عليه امين يكس ما عندي تشي كونتاكت معه صراحة وعمري تلقيته لا فاص ولا في سوشي الميدي يدويت معه ولا تشي حاج ما يكام الله يسهل عليه اكيد لا يسهل عليه الجديد واجد باقي شوية في السوديو ان شاء الله باقي المستورين وكل شي وبنزلنا الكليب الكلب ان شاء الله في هد عشرية من ان شاء الله غد يصوروه غد يصوروه ان شاء الله كنتمنا يربي يدوز كل شي باخير ويطلع الكليب مزيون كيف ما احنا موجد له باش نزلوه لنداس ويكون عند حسن الترجم ان شاء الله يربي وخش ممكن تقول لنا شوية على الكلمات وعلى الموضوع واش موضوع اجتماعي رومانسي يمكن صراحة تقريبا موضوع قريب من الخيانة الخوانة اللي لغنينا في الأول ولكن عن طريقة واحدة اخرى بفكرة واحدة اخرى وموضوع واحد اخر وهو من كلمته الحندي الزهر لابرتي ديالي من كلمته الحندي الزهر وعود الغفور هو يناد اعجاب ديالكم وخير وسامعوا نكون مستعو ان شاء الله سيد ايملي تكمل التصوير اكيد علمنا وباش نتكلم على الخبر وتكلم لنا كذلك ان شاء الله في احدى الحلقات على الاجواء ديالتصوير هنخلي لك الكلمة الاخيرة من خلالها دوز الرسالة للجمهور اللي كيتفرج فينا اولا شكرا بزاقير لك اوسام اللي كيب كاملا بغيت نشكر جاع الناس اللي كتوقف معايا memb vậy أخوتي كل شي اللي كيسنني اللي كيوقف معايا العائلة ديالي والأب ديالي وكانه جاء تحية الناس اللي متبعيني واللي دائما مسانديني واللي دائما كيوقفوا معايا بميساجر ديالهم ودعم ديالهم كانه جاء متحية وخليكم دائما متبعيني وموقفين معي ان شاء الله باش يكون جديد عنديدكم ويكون عند حصن تنظيركم ان شاء الله يا ربي شكرا لك بدر بدر اخلوف كان ضيف حلقة اليوم من بارشورك شكرا لكم